ترجمة نانسي قنقر وذلك خلال قيامه برحلة صيد بحرية مع عدد من أصدقائه في المياه الإقليمية البحرينية كفي انتهاك صريح للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية وبعثت اللجنة الأولمبية البحرينية خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية الدولية وجهته إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وجاء في نص الرسالة أنه انطلاقا من دور اللجنة الأولمبية الدولية في حماية الرياضيين والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم العادلة وتطبيقا للميثاق الأولمبي الداعي لفصل الرياضة عن السياسة فإننا نطالب الأسرة الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ موقف داعم للإفراج عن الرياضي سام إبراهيم الحداد للعودة إلى أسرته إيمانا منا بأن الرياضة هي رسالة محبة وسلام بين الشعوب لتحقيق القيم الأولمبية النبيلة المتمثلة في الصداقة والاحترام والتسامح بين مختلف دول العالم وأكدت اللجنة الأولمبية البحرينية أنه رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة الخارجية البحرينية لتأمين عملية الإفراج عن الرياضي سام الحداد إلا أن السلطات القطرية ما زالت تحتجزه حتى هذه اللحظة مطالبين بسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أسرته ووطنه